اهلا وسهلا فيكم من جديد رح نحكي عن آيلا نصف ماراثون البحر الأحمر معالينا الكرد وهي المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات اهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا لينا طبعا صديقة البرنامج وضيفة عزيزة ونحن نفتخر في رؤية أنه نحن جزء من التقطيع الإعلامية المتواصلة لكل الماراثونات ونحن نفتخر فيكم أنتوا شركاء طبعا سكاننا الإعلاميين وتلقوا الضوء دائما على كل فعليات تنظمها جميعا أهلا وسهلا شرفتينها أهلا وسهلا فيك يعني الماراثون رح يكون بـ 7-12 7-12 بالحقبة بالحقبة تمام وين بالزبط؟ هلأ هو فيه ثلاث سباقات رح يكون 21 و 10 كيلو وسباق الأطفال نعم طبعا رح يكون بداية الـ 21 من عند فندق الموفم بيك مقابل فندق الموفم بيك باتجاه شارع الفاروق رح نمشي بشارع الفاروق ها عم نشوف المسرب الأول طريق اللي رح يمشي فيه الـ 21 كيلو اه إذا تلاحظوا رح نمشي باتجاه شارع الفاروق بعدين ننلف من عند إشارة القصور تمام لتجه لدوار المدائن من دوار المدائن نروح على اللي هو استاد العقبة بسموه أو ملعب العقبة بالمحدود الشمالي من هناك منخش من البوابة رقم أربعة طبعا نركض شوي داخلي بعدين مندخل من البوابة تبعة الملعب الرئيسي اللي هو ملعب كرة القدم ننهي نهاية شبه أولمبية الملعب كله طبعا خضار وحشيش كتير حلو بلف ولفه بالملعب وبعدين بنهو بداخل الملعب حلو طبعا المساري الثاني اللي هو العشرة كلولودرالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال كثير أجانب طبعا بيشاركو بيجو خصوصي لهذا السباق ممتاز سباق العشرة كيلومتر رح ينطلق من عند بوابة مدخل آيلا الشمالي بركدوا في آيلا حوالي 7 كيلومتر طبعا الواحدة عشرين برضو بركدوا 7 كيلومتر بطلعوا لشارع الفاروق من إشارات القصور بلفوا برجعوا نفس الشي بوصلوا على استاد ودخلوا من بوابة رقم أربعة وبنهوا بالملعب برضو بملعب العقبة طبعا هذا السباق بشترك فيه كل الفئات العمرية هو فان رون يعني أي حدا بقدار يشترك فيه بحب يمشي بحب يركد مش ضروري يكون محترف عشان ركد فيه آخر سباق سباق الأطفال السنة أربعة كيلومش أربعة فاصلة اثنين رح يكون بدايته من عند مخرج آيلا من عند مخرج المكاتب بعدين بنتجهوا برضو بنفس الشي بشارع الفاروق وبنتجهوا للأستاد بوابة رقم أربعة وبنتهوا برضو بالملعب كل النهايات رح تكون في ملعب مدينة العقبة طب لينا الأسباح تحكي شوي عن الشراكة مع آيلا وأيضا التسويق السياحي للعقبة والتسويق السياحي للبلد كله من خلال هذه الفعاليات يعني خصوصا تركيز على العقبة بتخيل مثل هاي الماراثونات اللي هي مهمة جدا ومستوى التنظيم بيكون فيها كتير عالي كتير فعاليات مهمة للتسويق السياحي وأيضا الشراكات مع الشركات أو المؤسسات الكبيرة في العقبة طبعا إحنا آيلا هي شريكنا من 8 سنوات تقريبا من وقت ما تأسست هم بارت من السي اس آر بروغرام تبعهم أنه لازم يكون أو خدمة المجتمع لازم يكون في عندهم نشاطات سبورس عندهم سواء بحرية رياضية ركض كل إشي نعم فإحنا من وقت ما بدينا بدينا بالمشروع هو صغير كنا نركض كيلو بآيلا أو نبدأ داخل آيلا ونطلع هلأ صار فيه ملعب القولف صار فيه عندهم البحار صار فيه عندهم البحيرات فالعدائين لما بركض الجوة سبعة كيلو كتير بنبسطوا بالأجواء البطيفة والمناظر بكفي إنها خضرة وكلها طبعا بيئة خضراء أصلا هي فيه ريسايكلينج للماء عندهم فيه عندهم الطاقة الشمسية فبتشوف كل هاي الأشياء وخصوصا إنه المشروع بلاش يبين فكتير فيه أشياء بتشوفوها العدائين فبنبسطوا حقيقة لما يركضوا جوة وفيه خصوصية كمان بيسهل علينا أمور لوجستيكية كأغلاقات وهيك لأنها مدينة مغلقة فما منحتاج كتير فيها تحضيرات هلأ البرة اللي هو بشارع الفاروق طبعا نتعاون مع الأمن والسير والجيش والدرك من وجههم تحية وهي تلتصالات الخاصة هدو كلهم طبعا شركائنا في التنظيم من الألف للياء وما بنا ننسى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لأنهم الأساسي وهم يدعمونا دعم لوجستي والتجهيزات هم منظم معنا لهذا الحدث وفيه عندنا شركة تطوير العقبة وشركة ميناء الحويات العقبة احنا هذا الحدث لأهل العقبة ولمدينة العقبة زي ما حضرتك تفضلت هو القاء ضوء على العقبة سياحيا كتير فيه سواح بيكون بهديك الفترة فبتفاجأوا أنه في عندنا واو في عندكم نصف مارثون بمنطقة العقبة كمان لأنهم يسمعوا عن العمان ويسمعوا عن الداتسي فبتفاجأوا فكتير منبسطوا بيشاركوا يعني وغير الأجانب بيأوا من هون بنزلوا مع عائلاتهم ضيقضوا ويك أند حلوة طبعا أجواء كتير بتكون لطيفة للمردنيين نعم لين هلأ فاتحيني للتسجيل بمكاتبكم في الشميساني يعني هو السباق في العقبة بس أكيد يعني من كل المملكة اللي حابب أنه يشارك المكاتب في الشميساني وأيضا على الويب سايت هلأ على الويب سايت www.runjordan.com وفي عندنا بالمكتب كل يوم من العشرة للستة ورح يكون إحنا في عنا مندوبة بالعقبة هلأ بتداوم بزرياب لأغراض التسجيل وإحنا رح نتواجد فريق العمل من 1-12 لـ 6-12 للتسجيل في العقبة برضو بالاستاد رح يكون موقعنا بالبوابة رقم 2 عطونا مكاتب يعني سلطة منطقة العقبة ورح نسجل ونسلم عدة المشاركة لأهل العقبة لأنه طبعا في كتير مدارس بتشارك معنا وزارة التربية في معانا الجامعة الأردنية كمان وكلية العقبة التطبيقية بيعطونا متطوعين فبتم تسجيل والتحضيرات والتدريبات كلها في مدينة العقبة لينا في أهداف خيرية إحنا من هذا المشروع من هذا النصف ماراثون تحكي لنا أكتر عن هذه الأهداف الخيرية هلأ إحنا شعارنا هو أركض لغايات نبيلة كل سنة هذا الشعار إحنا منتسلط فيه الضوء على إحدى الجمعيات الخيرية في مدينة العقبة غير اللي بيكونوا معنا من عمان يعني معنا إحنا جمعية الياسمين للداون سندروم معنا جمعية معاقين غرب إربت وإحنا مندعم المعاقين والمكفوفين وكل ذوي الإحتياجات الخاصة بالنسبة للسنة رح نلقى الضوء على جمعية الثغر لذوي الإعاقة هي الحقيقة هلأ رح تتيجي عندي مديرة الجمعية رح يتم توقيع الاتفاقية معها رح ندعم هذا الماراثون رأي 20% من الاشتراكات رح تروح لإلهم بالعقبة لأنه عندهم مركز تدريبي وتأهيلي للأطفال المعاقين في العابة في معلمات في أسادزة بيعملوا لهم نشاطات ترفيهية فإحنا بدنا نكون جزء يعني نحاول نساهم إحنا مساهمتنا مادية وبنفس الوقت هي بتكون بسيطة مقرنة يعني بالمصاريف والتكاليف اللي بيحتاجوها بس كمان نلقي الضوء عليها يعني بجيها دعم من هدول الشركات من أي جهة راعية يعني السنة الماضية تحسس القمح دعمتها السلطة وعطتهم مقار فشوي حاولنا نساعدناهم وقلقنا الضوء عليهم وعملنا زي توعية لهذا المرض السنة رح نعمل توعية لجمعية الثغير ونشاطاتها عساس كمان هي بتنسيب من مديرية التربية التنمية عفوا بالعابة نعم نعم لينا يعني أنتوا ما شاء الله بالجمعية بجوز يعني من أهم الهيئات اللي بتدعم جسم الرياضي كله والحركة الرياضية في البلد كلها يعني من إربد وعمان ديدسي والعقبة يعني يعني من نحاول لا ما شاء الله عليكم بالعكس يعني أنا يعني يعني موجود في العالم الرياضي يعني الله يخليك وبعرف قديش مهم الدور اللي بتقوموا فيه في ناس بتستنى هذا المراثون وعائلات من السنة للسنة لأنهم فعلا بشاركوا كلهم في هذا المراثون فمن خلال الخبرة وشركاتكم ما شاء الله كمان كتير كبرات والناس اللي عم بشاركوا معكم برضو وصلتوا لعدد كتير كبير من الناس يعني شو بتحكيلي شوي عن هاي المسيرة وشو بتحكيلي شوي عن التقدم اللي صار على مستوى التنظيم وعلى مستوى المشاركة ومساعدتها بأنه كل الناس تلعب رياضة أو تمشي أو تركض في الأردن هو حقيقة لما تأسست ران جوردن في 2013 كان الهدف أنه نشر ثقافة الجري في الأردن بكافة فئات المجتمع وأطيافه سواء كانوا كبار صغار أطفال فاعتمدنا سباقات للأطفال بفئات عمرية اللي هي منعملها بحضائق الحسين قبل الحدث الديتسي وعمان اطورنا كثير في عملية التنظيم لأنه استعننا بخبراء أجانب في بدايتنا كانوا يجوا طبعا الاتحاد الدولي كان يجي يسلنا الطريق وإحنا جميع طرق طبعتنا معتمدة من الاتحاد الدولي كطريق نعم فمنطمح إن شاء الله كمان ماراثوناتنا تصير معتمدة دوليا من خلال الاتحاد الدولي والاتحاد الأردني لتأخذ البرونز ليبل والسيلبر ليبل زي الماراثونات اللي حوالينا في المنطقة صار في ثقة بيننا وبين العدائين في عنا جوائز مالية رفعناها إذا بتلاحظ هاي السنة بال2018 توجنا من المرتبة الأولى للخامسة إن شاء الله السنة الجاي ممكن هذا التعديل رح يدخل كمان على العقبة لأنه رح نحتفل بليبلو برونزي لمراثونا العقبة إحنا السنة 14 سنة السنة الجاي 15 سنة فرح يكون أكيد في مفاجآت جديدة دايما نحاول نجدد ونعمل أشياء جديدة لمصلحة عدائينا الأردنيين المحترفين وكمان إحنا منحاول نجيب الفئات العمرية الكبيرة كمان ونتوجهم بكافة المرتونات على أساس كمان نشجعهم لأنه يعني بهمنا كل الناس يكون برياضة الجري واللي منقول إحنا العشرة كيلو فان رون اللي ما بقدر يركض بقدر يمشي صح وكمان أطلقنا برنامج رون جوردن رود رونرز كل جمعة وتنين مندرب مجانا في عنا كوتش عوني الرجوبي بدرب مجانا في المدينة الرياضية للناس اللي بتحب تصير عداء من أصل يعني عم نحكي حوالي خمسين واحد صار في عنا خمستاش لعشرين بركضوا نصف ماراثون وبركضوا فول ماراثون فهاي كمان تعتبر إنجاز للجمعية وفي برنامج للأطفال اللي هو برنامج الجونيور بروغرام مع وزارة التربية أطلقنا بأواخر الـ 2014 ومستمرين طبعاً عم بطلع منهم محترفين وعدائين شوي شوي عم بيكبروا وعم بيصيروا أبطال عشرة كيلو متر يعني ما مقدر نكون فخورين أكتر يعني من هيك بهيك هاي أرياضية تسلموا ما يخليكم شكراً كله بدعمكم كمان ورقائدوا علينا تسلموا شكراً تسلموا شكراً